حول هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة أي من محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني المصري وعضو مجلس النواب أهلا وسهلا بك سيادة النائب وقبل أيام من بدء هذه الاجتماعات كيف تنظرون للمقترحات التي سيتم عرضها من كل القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني لخدمة الاستثمار في مصر أهلا بحضرتك وسعيد موجود في القاهرة الإختبارية الحقيقة نظرة تفاقل شديدة جدا أنظروا بها إلى هذه المقترحات لأننا بالفعل تم تصنفها ودراستها وجمع كافة المعلومات والبيانات المرتبطة بيها حتى تتحول إلى حقائق وتوصيات قابلة للتنفيذ فالحقيقة المقترحات تقدمت من كل شباب مصر ومن كل سيدات ومن كل رجال مصر والحقيقة فئات عمرها متنوعة وما فيش سقف للأعمار فوجئنا الحقيقة مفاجأة صار بأن شعب مصر طبعا كالعادة واعي يعني وأدم بالأمانة الشديدة نقدر نقول مقترحات أكبر كتير من توقعاتنا وشوفنا من العامل وشوفنا من المهندس وشوفنا من الفلاح وشوفنا من الطبيب مقترحات كلها يعني الحقيقة التباين بينها قد يكون غير كبير وده إن دل إنما يدل على أن شعب مصر شعب واعي ويعي جيدا هذه المرحلة ولديه الحلول الكثيرة المنضبطة في هذا الشأن الاقتصادي سيادة النائب الأهم من المقترحات طبعا هو ضمان تنفيذ تلك المقترحات ما الأليات التي ستضمن تنفيذ هذه المقترحات وطبعا حضرتك عضو في البرلمان المصري الذي يعول عليه لتطبيق هذه السياسة الجديدة ربما في المداية الفكرة نفسها والموضوع نفسه والطرح نفسه أتى من السيد الرئيس الجمهورية وهذه ضمانة لا بأس بها طبعا ضمانة كبيرة جدا لإن حضرته اللي دعا للحوار الوطني ودعا الشعب كله ودعا كل القوى السياسية دون استثناء وهذه الأمانة الشديدة جدا حاجة في منتهى الشجاعة أن رئيس دولة بشكل غير مسبوك في تاريخ مصر كله يعني يفتح درعاته لأبناء شعبه بهذا الشكل المحترم الحقيقة وهذه ضمانة كافية لحاجات كتير جدا والحوار الوطني أضاف لنا كأعضاء مجلس نواب للأمانة الشديدة أيضا فرصة يعني احنا بنعرف مشاكل دائرتنا يمكن فقط أما الحوار الوطني فتلقينا من جمهورية مصر العربية من أسوان نسكندرية شرقا وغربا وجنوبا وشمالا مقترحات العديد فوق 190 ألف مقترح الحقيقة فبقت عندنا إحنا كزخم وقت عندنا قضايا كتير جدا بنتحرك حتى فيها في المجلس من تلقاء نفسنا بمجرد بس مشعورنا أن فيه حاجات ممكن تتحل وتحلح للأزمة الاقتصادية اللي موجودة حاليا فالحقيقة نقدر نقول أن هذا الحوار الوطني وهذه التجربة المصرية فرصة زهبية ليست فقط للحساب السياسية فقط وإنما هي فرصة زهبية كبيرة جدا لشعب مصر كله لابد من الالتفاف حواليها وأنا من كلال حضرتك بأدعو يعني شعب مصر كله أنه يعرف أنه ما فيش ورقة صغيرة أو مقترح كبير من عدة أوراق أو أي شكل من أنشكال التواصل معنا إلى خد حز واهتمام كبير جدا من الأمانة الفنية وتم توزيع على اللجان المختلفة ودرسنا كافة المقترحات وطلبنا الحقيقة كافة البيانات المرتبطة بدا وإحنا كمان لازمنا فاتحين هذا المشاركة لحد من الحوار يخلص خالص ممتاز طيب من ضمن تكلفات لجنة الاستثمار التي تشرفون عليها تشغيل الأصول المعطلة كيف سيتم ذلك؟ أولا إحنا الحقيقة من الحوار الوطني أقدر أقولك بشكل مباشر جدا اكتشفنا اكتشاف مزهل ويعني هو يمكن مش سعيد أو اكتشفنا أن احنا ما عندناش حصر دقيق بالأصول كلها في جمهورية مصر العربية وإحنا عملنا ده واشتغلنا عليه بقى أنه دلوقتي يدخلين في سنة تقريبا حصرنا كم أصول غير عادي حطين خطة منضبطة تقبلنا كل اقتراحات الخاصة بإعادة تشغيل الأصول أو إعادة تدوير الأصول أو المشاركة على بعض الأصول ماذا كانت تقديراتكم لحجم الأصول التي لم يشملها أي حصر سابق يعني الحقيقة درستك تقولي أصول فيما يتجاوز 700 مليار جنيه مصري 700 مليار جنيه مصري حضرتك بتتحدث عن أصول كأراضي ومنشآت ربما غير مستغلة أم أصول أكثر من ذلك لا أراضي ومشابه فعلا وأصول من هذا النوع الحقيقة ولكنها أنا بتكلم عن الجزء بس اللي كان يعني نقدر نقول مش مش في حساباتنا إن الحوار هو اللي أضافه لنا قبل الحوار عندنا أرخمنا هل تفضمن الأصول المملوكة لوزارة الأوقاف ولا ده شيء مستقل لا مستقل تماما وزارة الأوقاف عندها 2 تريليون تقريبا ممتلكات وهذه الممتلكات لها قانون خاص ليحددها فهي خارج الحوار الوطن 2 تريليون جنيه مصري وتتحدث أن الأصول التي يمكن أن تكون غير مستغلة التي حصرتموها 700 مليون 700 تريليون مليار 700 مليار طيب يعني هذه الأصول كفيلة بأن تحل مشاكل مصر في الفترة الأخيرة ما هي الرؤية بخصوص طريقة تشغيل هذه الأصول العديد من أسليب الإدارة في الإدارة بالمشاركة يعني احنا هنجيب فيه رجال أعمال هيدخلوا معنا بالمشاركة والإدارة وفيه ناس هتدخل بأسهم وفيه أصول هتبقى في أنشطة محددة الدولة هتخرج منها وفقا لوثيقة مليكية الدولة دي هتطرح في البرصة وهتستغن عنها الدولة وتاخد العائد من هذه العملية لاستثماره في الحياة في الأنشطة اللي خلاص هي الدولة هتتوسع فيها وفقا لوجود الوثيقة بمعنى أن الدولة هتفضل تستمر تنتج وتؤمن الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري من مأكل وملبس وسلع استراتيجية زي السكر والزيت وما شابه وتتوسع في ده عشان تواجه طبعا الغلاء اللي موجود وعشان كمان تواجه زيادة السكانية المستمرة ولكن ما سوف يأتي من بيع بعض الأصول أو المشاركة على بعض الأصول سواء بنسبة أو بالإدارة هناخد هذا العائد وحنعظم به الاستثمارات الأخرى طيب ما هي المدة المقترحة من وجهة نظريكم لإعادة تشغيل الأصول المعطلة بشكل يخدم الاقتصاد المصري وما هو دور صندوق مصر السيادة في ذلك أولا أنا مبسوط أن ساتت جدت سيرت للصندوق لأن الصندوق إحنا بنعاول عليه تعاويل كبير جدا لأنه هياخدنا بعيد عن البيروقراطية الحكومية في إدارة هذه الأصول والحقيقة يعني إذا دخلنا مع الصندوق فإحنا بنكلم من 3 ل 6 شهور نكون وصلنا لأن إحنا جانينا حوالي مثلا 40 ل50% من رباح المتوقعة من هذه الأصول حضرتك أشرت منذ لحظات عن مسألة ملكية وإدارة أصول الدولة بالتأكيد تعتبر من أهم الملفات التي تأتي في صدارة اجتماعات الحوار الوطني يعني الدولة معروف منذ أشهر كانت هناك تصريحات كثيرة بأنها ستتخرج من قطاعات معروفة لكن كيف سيتم تسريع هذا الملف؟ إحنا الفرق ما بين الحوار الوطني وبين أي مؤسسة تانية في مصر حاجتين مهمين أو الحقيقة يعني الرقم واحد إحنا شغالين على أزامات ونحاول نحلها وما قد مناش وقت في اتفاض أو إن إحنا نضيع وقت فيه فإحنا شغالين بقوة غير عادية وبسرعة غير مسبوقة وعندنا حلم كبير كلنا كمشتركين في الحوار الوطني وشعب مصر لقدم نقترحات إن إحنا بسرعة نجد قليات لحل هذه المشكلة دي حاجة مهمة الحاجة التانية طريقة الحل نفسها إحنا كل جلسة بتخلص من أي لجنة بيترفع بها تقرير يومي الحقيقة الأمانة الفنية اللي بتدورها بتوديل مجلس الأماناء عشان في نهاية الحوار الوطني بتترفع كافة التوصيات للسيد الرئيس الجمهورية اللي قال أنا اتضمانة لهذه العملية وقال أنا دي طلبات شعب مصر وأنا هنفذ طلبات شعب مصر وبالتالي إحنا بنتكلم في سرعة غير مسبوقة ننكلم في تقربة ديمقراطية ومشارقة حقيقية في جمهورية جدا بالفعل سوف تكون الحقيقة لها مردود كبير جدا على المصريين طبعا ذكرت أنه وصلتكم آلاف المقترحات من كافة المشاركين في مصر والباب مازال مفتوحا لتلقي مزيد من المقترحات لكن هل هناك بعض الأفكار أو ربما الحلول التي وقفتم عندها وقلتم هذه حلول مبتكرة جدا ويمكن أن تحدث قفزة هل يمكن أن تعطينا أمثلة على ذلك؟ أنا هدي لساتك أكتر من المسأل ولكن هديك أهم مثل إحنا حطنا قدام عينينا نصب أعيوننا لحل أزمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة إحنا عندنا تجربة رائدة في مصر لأطلقتها مؤسسة الرئاسة الحقيقة هي اسمها تجربة إبدأ تجربة إبدأ ببساطة شديدة جدا للناس اللي لسه ما وصلت لهاش هي راحت نزلت للشباب المصريين الخديجين وغيرهم في كميع ربوع المحروصة وبدت لهم الإيد أنتوا عايزين مشروعات شكلها إيه؟ أنا عايزة عمل مصنع كذا أنا عايزة عمل ورشد كذا لا أنا عايزة أشتري كذا أنا عايزة أصدر كذا أنا عايزة عمل مصنع بلاستيك وهكذا كافة هذه الأنشطة وراحت جابت لهم الأراضي دي وبتدت تمولهم بفايدة أحيانا مش موجودة أحيانا زيروا فايدة وأحيانا بفايدة بسيطة جدا على حسب النشاط ومدى احتياج الدولة المصرية دي بل وذهبت على الأكثر من ذلك بأنهم كمان ساعدهم في تصريف هذه المنتجات وبيع هذه المنتجات فهذه المبادرة إذا أخذت كما هي وبتدت هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة تنقل هذه التجربة وتوسحها وتكبرها وتتطبق على المستثمرين الكبار بالحقيقين أنا أؤكد لسيادتك أن في قدون عام واحد سوف تختلف الخريطة الاستثمارية الصناعية في مصر وسوف تأخذ منحنة آخر طيب ده مثل في حلول مبتكرة للقضاء على غلاء الأسعار مثلا؟ غلاء الأسعار عندنا أكتر من تجربة فيه الأزمة في غلاء الأسعار بخلاف أن إحنا السلع بتجينا من بره أو مكونات هذه السلع بتيجي من بره وبالتالي إحنا متأثرين تأثر كبير جدا بالحرب الروسية الأوكرانية عشان أثرت على سلاسل الإمناد مبتدأت الأسعار ترتفع ولوقود في العالم كله ابتدأ يرتفع ومنسمى الأسعار كلها زادت إحنا عندنا جهاز منع الاحتكار بتاعنا عملين له رؤية جديدة عشان يشتغل عشان يعني عملية ضبط الحقيقة للتجار اللي هم مزودين الأسعار في حدود من 40% ل60% فوق اللي المفروض يكون طبعا العالم يمر بأزمة اقتصادية طاحنة مصر ليست الوحيدة في ذلك ودائما تمويل الاستثمار في العالم يمثل تحديا لأي دولة كيف ستتوكبون مع تغيرات الاقتصادية الطارئة حاليا وربما تضعون محفزات للاستثمار الأجنبي المباشر ما فيش شك الاستثمار الأجنبي المباشر بالتحديد أو أي استثمار بيقوم على حاجتين أساسيتين هي الضمانات والحوافز ضمانات الاستثمار وحوافز الاستثمار حوافز الاستثمار في المقام الأول هي مدى سوف تعطي الدولة العديد من الحوافز التشجيعية بدءا من أنها تبتدي مثلا تقول له تسهيلات محددة أراضي معينة في أماكن محددة تبتدي تطلق الرخصة الزهبية لأطلقها السيد الرئيسي إحنا بنطالب في الحوار الوطني بالتوسع فيها لأن هذه الرخصة الزهبية مفهومها علشان الناس تبقى فهمة موضوحها إيه إن كان زمان بيجي المستثمر يدخل هيئة الاستثمار هيئة العامة الاستثمار ويبتدي يقدم مشروعه ويبتدي ياخد رشدة كبيرة كده أو من الإرشادات الحقيقة عشان يبتدي ينفذها لما كان بيقعد ينفذها مع البيورقراطية والقوانين اللي بقى لها من سنة 40 و50 و60 كان بيبتدي مشروعه بعد سنتين أو ثلاثة وكانت مهزم المشروعات المستثمرين بتهرب من هذه المدة الطويلة أما في وجود الرخصة الزهبية الحقيقة الموضوع معكوس تماما بمعنى إيه؟ بمعنى أنه بياخد رخصته من أول يوم ويبدأ العمل طب هل ده مفهوش كنترول برضو زي اللي كان موجود قبل كده؟ لا وهو بياخد رخصته ويبدأ العمل وياخد نفس الإرشادات القديمة ولكن هو المسؤول عن تنفيذها بس يبدأ العمل ويبتدي يشتغل ويشتغل بنفس الاشتراطات تبقى الحكومة دورها رقابي وليس دورها معطل زي ما كان موجود قبل كده دائما المستثمر الأجنبي يسعى لوجود استقرار في المناخ التشريعي وأيضا استقرار أسعار الصرف وكل هذه الأمور حتى يعني يستطيع أن يبني للمستقبل وأن يعني يدرس المشروع ما هي الضمانات لحدود ذلك؟ أشكرك شكرا جزير إن عايزي النقطة الحساسة إنها إحدى أهم الضمانات الحقيقة استقرار سعر الصرف هو مرتبط ارتباط وثيق جدا بفكرة التصدير أو التصنيع والتصدير وإحلال المنتج المحلي مكان المنتج الأجنبي دي رقم واحد ودي حاجة هتاخد وقت شوية أما الضمانة الأهم واللي هي يعني يعتبر في إيدينا اللي ساتي كنت بتتكلم عليها إن هذا المستثمر لما حيدخل بأمواله للاستثمار مش هتوجه لأنشطة أخرى يعني هتوجه للاستثمارات برضو عشان حتى تبني أو تضر عائد هو يعني هل كانت تذهب لمقارب أخرى قبل ذلك؟ كانت تذهب لمقارب أخرى طبعا حصيلة الدولة كانت ما فيهاش توجيه أو ربط الاستثمار أو العائد بالمصروف كانت الأنشطة كلها بتخش خزانة الدولة وتخرج في أنشطة متعددة الجديد إن احنا نحاول الفلوس اللي تتيجي من أجل الاستثمار لا تنفق إلا في الاستثمار نعم نحن طبعا سنتابع هذا الملف الهام ونتمنى أن تخرج التوصيات وتنفذ بشكل عاجل شكرا جزيلا لوجودك معنا ضيفي من القاهرة أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني المصري وعضو مجلس النواب ترجمة نانسي قنقر